السلام عليكم معكم طلال نقار برحب فيكم بالجزء الرابع من سلسلة اطرابات نقص الصوديوم بهالجزء حتكلم عن الاختلاطات العصبية لأطراب نقص الصوديوم بداية نقص الصوديوم يمكن بحد ذاته يعمل وذمة دماغية إذا كان نقص سريع والتعويض السريع للصوديوم ممكن يعمل أذية نسميها demylination syndrome اللي هي زوال النخاعين بسبب الشرنكينج اللي بيصير بسبب صحب السوائل السريع من الدماغ وبالتالي بتتأذى بعض الخلايا وبصير فيه demylination أو إزالة نخاعين من خلايا الدباقية أو ربما الخلايا الجسرية بالذات فكلهما مشكلة النقص السريع للصوديوم مشكلة والتعويض السريع للصوديوم مشكلة النقص المزمن عادة ما بيعمل الوزمة الدماغية والتعويض المزمن أو اللي بياخد وقته بالتعويض كمان ما بيعمل الشرنكينج هذا أو التقلص أو الانكماش للخلايا بداية ليش أنا ليش أصلا الوزمة الدماغية بتصير لما بيصير في نقص السوديوم المفروض لما بينقص السوديوم ينقص بالسائل داخل السائل الخلالي أو السائل داخل الأوعية الانترافاسكولار والانتراستيشرفلود بنفس الطريقة بنفس الليفل لأنه ما فيه فرق بين هذا التركيز السوديوم بين السائلين على مستوى الدماغ أو بين الحيزين على مستوى الدماغ هذه الحكية مو صحيح على مستوى الدماغ في حاجز بعائي دموي حاجز بعائي دماغي اللي هو بيمنع انتقال الشوارد بشكل حر ما بتنتقل بشكل حسب التركيز أو حسب المدروج إنما لازم نواقع فعالة لإلها الشيء الوحيد اللي بينتقل بشكل حر عبر الحاجز بعائي دموي دماغي هو الماء اللي بيخليه انتقل هو تغير تركيز السوديوم على طرفي الحاجز سواء بالحيز الخلالي الدماغي أو حتى داخل الخلايا فلما بيصير نقص سوديوم سريع بالحيز داخل الأوعية اللي هو الدم يعني ما بيكون فيه نقص مرافق أو ما بيلحق الدماغ يغير من تركيز الشوارد أو السوديوم والموتاسوم داخل الخلايا وبالتالي بيصير في عندي فرق بالأوزمولية وبالتالي بيصير الأوزمولية داخل الخلايا الدماغية أعلى فبيصير في عندي دخول الماء من خارج الدماغ من الدم يعني لا الحيز الخلالي والخلايا وبيصير في عندي وزمة دماغية والعكس وبالعكس كمان نفس الشيء لما بيصير في عندي تغير كان السوديوم مثلا منخفض عندي وأنا رفعته بشكل كبير كما في الدماغ عم يعاوض رفعت للتركيز بشكل كبير بالحيز خارج بالحيز اللي هو الانترافاسكولور بالدم هيسحب السوائل من داخل الدماغ وهيعمل أذية إذا كان السحب سريع بدون ما يكون في وقت للمعاومة هاي خلاصة المحاضرة هل يدخل بالتفاصيل لأشراح لكم شو بيصير بالطبع هذا المريض يعني يسار هو وزمة دماغية ربما يعني أنا جبت من الانترنت صراحة مباشر كان سبب نقص صوديوم وغيره بس هذا اختلاط النقص الحاد لتركيز الصوديوم النقص السريع مثل ما أنه الماء بيدخل من الدم من خارج الدماغ بيدخل لجوه لأنه الحلولية بيكون داخل الدماغ أعلى لأنه الخلايا الدماغية ما لها حق تتعاوض ونفس الشيء بيصير بالعكس لما يكون فيه تركيز الصوديوم منخفض والحلولية أصلا داخل الخلايا منخفضة لما بيصير نرفع الصوديوم بشكل سريع بالحيز الداخل الأوعية الصوديوم ارتفع بشكل سريع سحب الماء من داخل الخارج فبعض الخلايا الدباقية الجيلية اللي سيلة بعدها بتتأثر وبتتأذى وبيصف يعليها هذا هو خلاصة اختلاطات العصبية نقص الصوديوم شو معنات هذا الكلام لأشرح لكم إياه بشكل ربما ببسطه شوي اللي بيصير بداية أنه نقص صوديوم سريع بالدم الدماغ بيحاول يعاود المو يدخل لداخل الخلايا الدماغية وبصف عندي وزمة دماغية وبتعرف الدماغ المقصور ضمن القحف أو ضمن السكال وبالتالي ما في مجال للمعاوضة كبير بالنسبة لفرق الضغط والحجم فبصير بارتفاع الضغط داخل الدماغ بصير وزمة دماغية يعاود الدماغ بشكل سريع بأنه يطرح يطرد الصوديوم مثل ما أنه ما بيصير يطرد بشكل بسيط لازم أنه يكون فيه نقل فاعل فبيطرد الصوديوم والبوتاسيوم بشكل سريع وبيحاول يعاود لانقفاض الصوديوم خارج المصر وبتعرف يخفر الأزموليتي إذا كان النقص أسرع من معاوضة الدماغ السريع نوعا ما بالنسبة للصوديوم والبوتاسيوم بيصير في عندي وزمة دماغية إذا كان نقص الصوديوم بطيء والدماغ عم يعاوض على مهله بيقدر الدماغ يعاوض بشكل جيد وبالتالي ما بيثير في عندي فرق الأزموليتي وبالتالي الماء ما بيدخل من الخارج للداخل وبالتالي ما بيثير الوزمة الدماغية وما بيثير فيه أعراض صوديوم أنا شايف مرضى صوديوم 105 الصوديوم جاي عم يمشي ويضحك وما عنده أي أعراض أبدا غالب النقص الصوديوم بيصير عنده على مدى أشهر وبالتالي الدماغ يتخلص من كل الأكسرا أوزمولايت الموجودة عنده وعاوضها وسواها مع المصل وبالتالي ما صعب في حركة السوائل بين داخل وخارج الخلايا الدماغية إضافة للصوديوم والبوتاسيوم بيصير تغيير سريع فيهم حتى في عندك الأورغانيك أوزمولايت في المنحلات عضوية كمان وبتأخذ وقت أطول لحتى يطرد الدماغ خارج الخلايا وبالتالي بيحافظ على تخفيض الأوزمولايت داخل الخلايا وبالتالي بيمنع من حركة الماء من الخارج الداخل فهذه بتأخذ وقت أطول هذه الأدابتيشن هذه بتأخذ ربما أيام إذا كنت صوديوم بوتاسيوم ساعات ربما هي بتأخذ الأوزمولايت أيام وهي غالبا أورغانيك أسد اللي عم يصير بالأوزمولايت ديمالينيشن سندروم إنه هاي الخلايا فقدت معظم الأوزمولايت تبعا مشان تتناسب مع غفاظ التوتر الأوزمولايتي بالبلازما فعندما بيجي أنا بحطها بسائل هاي الخلايا هي خلايا الدباقية بحطها بسائل مفرطة التوتر الحلولي يعني حطيتها بسوديوم عالي كان السوديوم 110 صار فجأة 120 أو 130 أو 140 رفعته بشكل كبير فالسائل يدهب الخلايا حيطلع خارج الخلايا خارج الدماغ ويصير في عندي الشرينكينج وفي أذية خاصة بهذه الخلايا الدباقية وبالتالي يصير في عندي ديمالينيشن هذه الدييمالينيشن للأسف ما بتصير بشكل مباشر يعني ما بتصير الأعراض تبعها أنه أنت هلا نسلا اليوم السوديوم كان صباح 110 ورفعته خلال ساعتين 325 رفعته بشكل كبير للأسف الأعراض بتكون بطيئة في فترة يعني في كومون أو بيسموها يعني تأخر بالضغول الأعراض السريية تأخر لأربع خمس أيام تقريبا فممكن يظهر المريض صلحت له السوديوم بشكل سريع وما انتبهت عليه اليوم أنت خاصة إذا كان بنبأ بعد منفسه بعدين بعد عدة أيام شلته بيبلش يظهر أعراض ديس أرتريا سنسوق النطق ديس فيجيا الخذل الرباعي أو ضعف الخذل الرباعي ممكن سنائي أو رباعي اضطرابات بالمزاج أو بالتصرفات اضطرابات الحركة ربما اختلاجات ربما ميليثرجي كونفيوجين ديس أوريينتيشن أو سوء يعني عدم توجه حتى السوبات هذا الشيء كله ممكن تظهر بعد أيام بيكون اللي يضرب ضرب وليهرب هرب فهي مشكلة التعويض السريع للسوديوم أنه اليوم ما حدظهر الأعراض بس بعد أسبوع وقد بيصير عند الفاسبر راسم ما بيقولوا ما عاد في مجال أنك ترجع تصلحها فلذلك مهم جدا أنك تمنع حدوثها وإذا صارتها صحيح سريع أنك ترجع تصلحه لنرس معنا وقت مشان نحمي الدماغ من الأذية فاللي بيصير بالبداية هذا الدماغ الطبيعي فقد نقص السوديوم صار في عندي ووتر جين دخل الماء على الخلايا الدماغية صار في عندي وذمة دماغية الرابط أدابتيشن اللي حكينا له هو فقد السوديوم والبوتاسم بشكل سريع بعدين اللي بياخد أيام ربما اللي بتفقد الورغانيك بعدين إما أنه نصلح بشكل بطيء أنا عم صلح الصلح بشكل بطيء وبالتالي هاي الدماغ بيرجع بيكسب كل اللي فقده بشكل طبعا بياخد وقت لحتى تدخل الخلايا وبالتالي ما بيصنف في عندي شرينكينج للخلايا أو أني أنا بصلح السوديوم بشكل سريع برد دماغ ما بلحق يعاود وبالتالي بيصنف عنده بأزموتيك ديميلانيشن اللي هو سايد افكت أتمنى ما حدا فيكون يشوفه مثل ما أن الهايبوناتريم اللي بيصنف يعني نقص بالتونيسيتي للبلازمة بالتأثرية هذا الشي بيحرك الخلايا من الخارج للداخل وبالتالي بيساوي للأعراض العصبية عادة 125 أكتر 125 ما بيصير حتى لو صحاحنا الصودي عادة ما بيصير الأعراض العصبية عادة الأعراض العصبية تظهر لما المريض بيكون الصوديوم تابعه بينزل عن 125 ممكن صداع يوينج اللي هي التثاؤب الليثرجي النوام النوزيا حتى الغثيان كله ممكن تظهر بخصة التغير السريع وانتفاض الشديد الشديد هو 120 عادة ممكن يصير ذهان عندما يصيكوسيس تيجر اختلاجات او حتى سوبات لما بيكون في عندي نقص صوديوم سريع مترافق مع وزم ملماغية شديدة هاي الأعراض الثانية هي ربما الأعراض الأخف والأضعف لما بيكون في عندي نقص صوديوم معتدل ممكن صوديوم 120 125 سواء انتعب نوزيا مثلا هاي كلها أعراض عصبية بعدها أو القياءات ممكن اعترابات صوديوم الحاد اللي أقل من 48 ساعة من الدماغ ما لحق يعاود بيترافق مع عراض عصبية سببها الوزمة الدماغية نقص صوديوم المزمن اللي هو أكثر من 48 ساعة بالتعريف عادة ما بيترافق مع عراض عصبية لأنه ما بيكون في عندي وزمة دماغية بس ممكن يعمل يعني بيسموه القدرة على ممارس النشاطات اليومية وربما رابطوها مع زيارة المرثيوم هذول المرضى عادة الصوديوم يقوم 130 127 مثلا بشكل مزمن وما عم يتصلح ويترافق مع كل رابطوها بالدراسات مع كل الاختلاطات فمهم الواحد يصليح صوديوم حتى لو كان مزمن ومعنه عرضي أو ما في أعراض صالح خلال مريض ببعض الدراسات المرثيتي وصلت لل 50% بحالات السبير هايبوناتريما نقص الصوديوم الشليد حكينا عن الوثمة الدماغية أنه في عنا ربما يعني يعني ربما شرحت أظن ما وارف لازم أرجع أحكي الكلام أنه الدماغ بيقدر يعاود لما يكون نقص الصوديوم مزمن أو بياخد وقته ساعات وربما أيام لحتى نقدر نطلع كل الأزمولايت من الدماغ ويصير وزمة دماغية إذا نقص الصوديوم سريع ما بيلحق الدماغ يعمل ويصير في وزمة دماغية ويصير الأعراض العصبية هلأ وجود إصابة عصبية سابقة قبل يصير في إطراب الصوديوم هذا ممكن يزيد من خطورة أو حدوث تطور وزمة دماغية لو مريد عنده صراع أصلا مريد عنده هايبوكسيا ناص أكسجي مريد هايبر كابنيا مرضى الحماض ومرضى الهايبر كالسيميا فرق الكالسون بيكون نسبة حدوث الوزمة الدماغية عندهم أعلى في عندهم إصابة سابقة أو في اضطراب سابق النساء بسن الحمل ربما معهم 15-35 30 سنة الأطفال كمان على خطورة أعلى لتطوير اضطرابات عصبية أو أعراض عصبية أو وذمة دماغية بسبب ناص السوديوم خاصة بالحالات بعد الجراحات يعني دول المرضى يعملوا جراحات بسيطة مثلا أطفال أو النساء والطبيب المقيم بيحطهم على سوائل مختفط التوتر الحل مثلا الملحي نصب الـADH بهذه المعرضين يصير نقص بشديد ويصير عنده أعراض عصبية وقد تنتهي بالوفاة للأسف إذا ما نتبه عليها المقيم حكي وشرحنا متنازمة زوال النخاعين الحلولي Osmotic Demerlination Syndrome اللي كان يسموها سابق Central Contine Myelosis انحلال النخاعين الجسري المركزي يعني كان يشوفوا انحلال النخاعين يصير بكل الخلايا معظمها بتصير ويصير فقط إذا يغيروها لهذا الاسم الثاني سببه هو التعويض السريع نسبة حدوث متغيرة حسب الدراسات ربما مرضى تشمع الكبد نسبة أعلى لحدوث لأنه المرضى يتشمع يروح على الزرع يكون عندهم أصلا نقص مزمن يعني معنى آخر الدماغ ما يصير تصلح بشكل سريع فبتاحتوا العمليات أنا شايف مريضة على الأقل بهذا النماط عملية كانت 16 ساعة أو أكتر ربما أطبت جراحة والتخدير طبعا عطوها عشرات اللترات من الفلو عشرات يعني عشرات مضان 16 لتر فالصوديوم كان قبل الجراحة 123 وبعد الجراحة أجت على العناية لأنه وقت بصوديوم 145 الطبيب اللي استلمها ما انتبه أن الصوديوم 150 وما خارنه مع الصوديوم القبل فما آخر همه المريضة بهذه الحالة بيكون بحالة صدمة بيكون كثير يعني في شعرات يهتم فيها أما يهتم أنه شو كان الصوديوم وشو كان بعد للأسف بعد عدد أيام كانت لوقت إن سندروم عملنا الـ MRI والمرأي شوفها عند الـ فأنا شايف هذه الحالة أتمنى ما تشوفوها حالة فعلا يعني تفرب كل شغلك وللأسف يعني ما في من الـ مثل مع شدة و كرونيسيتي اللي هي الإزمان نقص الصوديوم هو اللي بيحدد حدوث هذه الحالة من عدم حدود ذلك لما يكون في عدد نقص صوديوم حاد ما لا حق دماء يعمل التصحيح السريع ويفترض ما يعمل هاي المتلازم يومين أو ثلاثة من التصحيح بيصير التصحيح السريع بعد يومين تبدأ تظهر الأعراض وما يكون لكت إن اللي هي متلازمة القفل أو أنه هو مع يعني هاي الأطراف ما بيقدر يحركها وعيونهم فتحها هاي لكت إن ممكن تتأخر حتى أسبوعين لتظهر وبالتالي خطورة هاي المتلازمة مهمة جدا في الممارسة فعنا الصوديوم كان 140 نزل وصل 110 صححته كان فيه سيجر بهذه الحالة صححته أخذ وقت يعني كان مزمن صحي المريض بعد فترة دخل بالكومة فهون هذا صار المتلازمة اللي هي المتلازمة طبعا هون عم نفترض إنه نقص الصوديوم أخذ وقت يعني صار سيجر أعراض وما كان حادي يعني 50 ساعة نحكي يعني أخذ أيام مش إني وضع خلال 14 ساعة نزل الصوديوم ورجع لو نزل خلال 24 ساعة ورجع يفترض ما تصير هاي المتلازمة لأن الدماغ ما لحق يعاوض وبالتالي بيساوي وزمة دماغية بس ما بيساوي الأزموتيك نيميلانيشن سندروم وضمن المبدأ صار واضح وشرحته بشكل جيد حكينا هذا الكلام الأستروسايت الخلايا النجمية ربما هي الأكتر تعرضة أو أكتر تأثرة بالديهايدريشن اللي بيصير لأن الخلايا الدماغية بيصير شرينك عليها الأزموتيك بتطلع فجأة بالسيروم كان الصوديو 110 مثل ما لنا صار 120 135 فانسحبت كل الخلايا من الدماغ وصال في عندي أذية على مستوى الخلايا وهذه الخلايا أذية وربما هادي يعمل ممكن يعمل inflammation أو pro-inflammatory وصايتوكينز وبالتالي بيزيد من الطين الوزمة الدماغية ربما الوزمة الدماغية خطورتها أعلى حقيقة في دراسة جديدة ربما تشرب في 2022 كان دراسة كنديية تقول أننا كثير حذرين بتعويض نقص الصوديوم ويبدو أن هذه المتلازمة نادرة بالتدقيق بهذه الدراسة يتبين أن معظم المرضى كان صوديوم يتبعون عندهم 120 وبالتالي أصلا حدوث المتلازمة على صوديوم 120 ما هو شغل شائع لابد أن تطلع على القارن بين الشغلتين بين الأعراض العصبية الموجودة وبين خطور الحدوث المتلازمة أنا بالنسبة لي ربما الوزمة العصبية أو الوزمة الدماغية خطورتها أعلى خاصة بالحالات الحادية هذا يعني أننا رحوض بشكل سريع بس لازم أنا دائما حط الموازنة بين الشغلتين شو هي الحالات اللي بتزيد من نسبة حدوث الوزمة الدماغية ذكرناهون ربما المرضى النساء الشابات بعد العمل الجراحي النساء المسنات اللي بيأخذ الثيازايد بيكون كرونيك هايبوناتريميا ربما نسبة حدوث هذه الوزمة الدماغية أنا عندهم الأطفال حكيناهون مرضى البويديبسيا مثلا اللي بيصير عنده نقص سريع خلال يوم واحد بيشرب 18-20 لتر مثلا العطاش نقص الأكسجي وربما الماراثون رانر كمان بيصير عندهم هذا شيء مرضى اللي بيرقد الماراثون مثل ما حكينا الآلية بيصير في إجهاد شديد بيصير عندك ضياع للصوديوم بيصير تعويض لسوائل منخفض التوتر الحدي في الصوديوم بنزل بسرعة وبيصير عندهم أعراض عصبية قد تنتهي بالوفاة لذلك حتى بهذول الحالات لما بيصير في أعراض عصبية عند الماراثون رانر بيعطوهم 3% أو أكس أو غيره بدون حتى ما يحللوا الصوديوم بينما الـ ODS اللي هي متلازمة الـ ربما مرضى الزرع مثل زرع الكبد الكحوليين اللي هنا الضعيفة مثلا نقص البوداسيوم ربما بيسهل يتخلي حدوث المتلازمة لأنه في عندك نقص بالأزمولايت ربما مرضى الحروق المسنات مرة ثانية نقص الأكسجي السيفير هايبون نتريميا أقل من 105 انتبه هاي المتلازمة لأنه فعلا نسبة حدوث عن هدول الأرقام خاصة المزمنة بتكون عالية هلا في ظاهرة ممكن تحدث أثناء تعويض الصوديوم أثناء علاج مرضى نقص الصوديوم المريض صوديوم عنده صوديوم 110 115 105 بعمل التشخيص التفريقي تبعي بفكر فيه كتير وقرر أن يعالجه بطريقة معينة بعدين فجأة ما بشوف غير الصوديوم بلاش يطلع ينط بيسي اسمه Auto Correction بتطلع على المريض يزيد المريض 300 400 500 100 100 100 100 100 100 الصوديوم هون عم يطلع بشكل سريع لأنه المريض اللي كان عنده هو أصلا جاي بصوديوم 105 أو 110 مثلا و 115 عنده extra water عنده مية زيادة بالجسم فأنا عاكس له السبب ربما كان عنده سبب ADH العالي اللي يمنع منطرح الماء ربما هو هيبوفوليميا مثلا أو ربما هو كان عم ياخد دواء معين أو ربما هو ما عم يأكل مثلا أو عم يشرب زيادة فأنا عاكس له السبب وحطيته بظروف العناية فجأة ما بيشوف إذا بيعمل الاكواريسيس اللي هي الإدرار المائي أوتو كوريكشن والسوديوم فبالش ينط ويعلى فهدول المرضى أنا ممكن إذا صار الاكواريسيس انتبهت عليه وبلش السوديوم ممكن أنا أضطر أعطيهم ديسموكريسين مشان نقفل الكلية امنعها منطرح الماء وربما بقى أضبط تعويض السوديوم بـ 3% أعطيهم بشكل دقيق وأعرف الضبط ممكن قديش يوصل عندهم السوديوم مثل ما بدي أنا مو مثل ما بد المريض كيف أنا بشكل بالاكواريسيس انه عندي سبب الحيبو نترينيا ريفيرس مثلا 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 أنا حيبو فوليميا الصادر اللي يزيد بشكل كبير ساعيا اليورين دايلويت أنا أعمل أزموليتي عن اليورين عم تطلع أقل من 100 مثلا كانت فجأة كانت 500 هذا صار 50 وصار 70 مثلا هذا الرقم خطير أنه معاعدة المريض عم يطرح موية زيادة أقل من نصف البلازمة والسيروم صوديم عم يزيد اللي كان عم رائد مريض نقص الصوديم كان صوديم عنده 110 فجأة ما شفته صار 118 هذا الرقم عالي ما تقدر بعد ساعة ثانية بيصير 120 مثلا أو 125 شو هي البروش لمرضى الهايبوفوليميا عادة أنا عندي مثلا الصوديم تبعون منخفض فأنا بعوض الحجم تبعون بعطيهم مثلا 3% كان صوديم عنده 110 عنده نقص حجم فنقص الحجم تعوض لأن عطيته صوديم أنا هاي من الحالات القليلة بيكون في عندي نقص الصوديم بيترافق مع نقص حجم لاحظوا فرق بين كلمتين استركيز الصوديم مترافق مع نقص حجم فأنا عوضت الحجم بـ 3% مثلا عطيته صوديم منيح فالADH سوبرست فيبلش يعطي إدرار معي هذا الصوديم تبعه كان بال110 فجأة ما شبت غير طلع وصل ل130 وهذا شي خطير وأنا ما لازم أسمح فيه لأنه هذا غالبا كان نقص الصوديم مزمن وهذا يحط خطور للODS كيف أنا فيني مرة ثانية أنه كان نريد نقص الصوديم عنده hypovolemia وفي عنده dilution عنده الصوديم عفوا تركيز نازل عطيته 3% ووصل لل eovolemia وبلش يعمل overcorrection اللي هو أنا ما بدي هو dangerous وممكن يعمل اطراح مية زيادة ويرجع الصوديم ذا الطبيعي وهذا شي خطير على الدماغ أنا كيف ممكن أعمل هذا شي فيني أنا عطيت اسمه برسين بعطي DDFP هذا بيسموه مثل الكلام مثل أني أفلت الكلية منعتها من طرح الماء الحر وصار ضبضت المريض بشكل جيد أنا بقدر بقى ممكن أنا من البداية بيسموها proactive هلأ هاي كان اسمها rescue therapy أنه أنا كان عندي خطأ reactive بيسموها أني أنا بدأت صلحت فجأة ارتفع الصوديم فأنا rescue therapy عطيت DDFP لحتى أقدر صلح وإمنع الارتفاع السريع للصوديم هذا proactive أني أنا من الأول أنا خايف أنه هذا ميدي عن دي سي Demolination Syndrome أو تصحيح سريع للصوديم فأنا من الأول بقفله من الأول بعطي DDFP من الأول بعطي مثلا 2 microgram أو 4 microgram كل 4 أو 6 ساعات وبالتالي أنا من عندي عضيت ADH من برة وهون بقى بعطي 3% على كيف بحيس أني أنا أرجع أضبط رفع الصوديم بشكل تدريجي فهذا كمريض نقص صوديم شديد Rescue Therapy أنا الصوديم بلج عندي منخفض صلحت له بسبب أو بآخر سابق overcorrection وصل لل123 صار ربما خطير من 108 أو 120 أكتر من 8 فأنا هون بطل أعمل Rescue Therapy بعطي DDFP وبخلي الصوديم وممكن أعطي D5 بها الحالة برجع الصوديم من المستوى المطلوب مثلا 108 أنا بدي يطلع 8 فلل 116 فأنا بحسب أنه بدي أعطي D5 voter بالساعة وبرجع وبرائب الصوديم خلي يرجع ينزل للمستوى الطبيعي خلال 24 ساعة فهي يسمون Rescue Strategy العلاج الإنقاذي الطريقة الثانية الرياكتب أني أنا بدأت بالتصحيح بدأت بالتصحيح فجأة أجبت أن التصحيح صار عالي يوصل لأقام يعني مخيفة بعد ما وصل للأقام العالي كتير هو لساعة 114 فسأنا هذا بدي مو أكتر من هيك فالرياكتب هون أنا بستجيب أني أعطي D-D-A-V-P وبمنع صوته من الارتفاع أكتر فأنا بدي مثلا هون ست به الحال التالت هي برواكتب أني أنا مريض كحولي مثلا وجاييني بالبير بو تماني هدول تحت خطورة فأنا من أول أعطي D-A-V-P وبعطي 3% مثلا وبضبط ارتفاع الصوديوم على كيف بالمقدار البدي وبدأ يطلع خلال 24 ساعة 6 مك التركيز فثلاث استراتيجيات ممكن تصادفني بالحياة اليوم يعاد أن نحن كأطباء كده بيطلبونا على الريسكيو أن الصوديوم ارتفع كتير وبدون رأينا أو يعني التعطية القانونية حقيقة فإحنا هون نجي نعطل D-A-V-P ونتابع معاهم ونكمل معاهم أحيانا بنكون على الرياكتف ربما بنساعد بمرض أنا كطبيب كله في طبيب العناية هو الأساس بيعالج الحالات حقيقة أنا حاليا موقعي من الطرف الثاني ولربما البروآكتف لو كنت كتير شطور فأنت عارف أنه من الأول لازم تعطي البروآكتف استراتيجي ما بيصير تعطي المريض على كيف وإلا بيصير تحت خطورة الريسكيو مطلع تعمله الريسكيو ثرابي أو إذا نسيت وممكن تعمله أدية كبيرة مرة تانية هذا يلخص البروآكتف اللي هي الفاعل الرياكتف هي الارتكاسي أو الريسكيو اللي هي الإنقاذي وهذه طريقة الموضوع البروآكتف من الأول بعطي DDAVP مع 3% الرياكتف بنص العلاج بعطي 3% مع ال DDAVP الريسكيو هنا أنا ارتفع الصوديوم مفتير عندي بعطي DDAVP وبعطي مع الديفايف ووتر لشان نزل الصوديوم 40 ساعة وما في عندي خطورة عالية للنقص ل DMAILATION SYNDROME عادة ما في داعي للريلوري من دائما منحافظ يعني ربما الماكسيمو هو 12 حقيقة بس يعني هاي كان عام انه صار نقص صوديوم سريع التنزيل التصحيح السريع للصوديوم مفترض ما يعمل مشاكل بس نحن مشان نكون دائما بالسيف سايد أنا ماكسيمو بسمح فيه 12 لما يكون الريسك هو MODERATE طبع ODS أوزمو تنميليشن SYNDROME أنا مضطر هون لما بزيد المقدار أنا القول تبعي ربما up to 8 بس لما يكون هاي ريسك من الأول مريض التشمع مريض اللي حكيناهون أنا القول تبعي 6 فاني لازم أعمل ريلاورينج أعلى بكتير لأوصل حتى فقط أني ما أرجع التركيز ما يطلع أكتر من 6 هاي كيكون وصلت لنهاية المحاضرة هذا هو ملخص الإضطرابات أو الإصابات العصبية اللي نشوفها بمرضى نقص السوديوم أتمنى أني أضقت على الموضوع صار أوضح بالنسبة لكم ومرة ثانية بتذكركم أنه المراقبة هاملة تصريح السوديوم عادة نحن نرائب نقص السوديوم تصريح السوديوم نرائب بأنه نعمل تحيير كل ساعتين هلا لو بدك تحيير كل ساعتين هتبعت عن مخبر المركزي هيستحيير عادة تأخذ أكتر من ساعتين لتطلع نتائجها ربما الأفضل أنه تعمل point of care اللي هي تعمل على البيت ساعت اللي هي بتطلع مباشرة أو غازات الدم جهاز الغازات معاير بيعطي نتائج تحليل السوديوم بشكل جيد المشكلة أنه فيه فرق بين تحليل المخبر وتحليل الغازات أو تحليل point of care فإذا اعتمد طريقة وحدة يفترض التابع فيها طوال فترة العلاج بشكل ما توقع بالخطأ أو يصير عندك خلط بالنتائج هيك وصلنا لمهاية اختلاطات العصبية لنقص السوديوم المحاضرة الجزء القادم هو بيكون عن علاجات نقص السوديوم ان شاء الله منغطي مناسب العلاجات المتوافرة بهذه الحال السلام عليكم